الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد وقفات مع سورة الزلزل عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أنزلت إذا زلزلت الأرض زلزالها وأوبكرا الصديق قاعد فبكى حين أنزلت فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبكيك يا أبا بكر فقال أوبكرا الصديق تبكيني هذه السورة يا رسول الله خرجه ابن جرير في تفسيره سورة الزلزل قيل هي سورة مكية وقيل مدنية وآياتها تسع آلات وهذه السورة فيها إثبات البعث بعد الموت وعلامات الساعة وما يحصل للناس عند حدوث هذه العلامات من الفزع كما أن فيها حضور الناس للمحشر وجزاءهم على أعمالهم من خيرا فخير وإن شرا فشر قال تعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها يخبر الله تعالى عما يكون يوم القيامة وأن الأرض تتزلزل كما قال تعالى في آية أخرى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارا وما هم بسكارا ولكن عذاب الله شديد قال تعالى وأخرجت الأرض أثقالها أي أخرجت الأرض ما فيها من الكنوز والأموات حينئذ يقول الإنسان ما لها يوم يرى أن الأرض تتزلزل وتخرج أثقالها يقول ما لها قال تعالى وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها تشهد الأرض في ذلك اليوم على الناس بما عمل على ظهرها من خير أو شر وذلك لأن الله تبارك وتعالى أوحى لها وأمرها أن تخبر بما عمله الناس فيها فتتحدث الأرض بما عمل الناس فيها وهذا ليس بغريب فإن كثير من الأشياء ينطقها الله تبارك وتعالى يوم القيامة كما جاء في القرآن قوله تعالى وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء ثم قال تعالى يومئذ يصدر الناس أشتاة ليرأوا أعمالهم أي يأتي الناس من موقف القيامة حين يقضى بينهم يأتون أشتاة أي فرقا متفاوتين ليريهم الله ما عملوا من السيئات والحسنات ففي ذلك اليوم يقول الله تبارك وتعالى في الآية التي تريها فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى وهذا شامل عام للخير كله والشر كله صغيره وكبيره ففيه الترغيب في فعل الخير ولو كان يسيرا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا وفيه أيضا الترهيب من فعل الشر ولو كان حقيرا قليلا وعدم التهاون في المعاصي يقول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم ومحقرات الذنوب وفي هذه الآية فائدة أخرى وهي أن الله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا فأما المسلم فقد يبتليه الله في الدنيا لمحوي سيئاته وأما غير المسلم فإنه يكافأ على حسناته في الدنيا فعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل لا يظلم المؤمن حسنا يثاب عليها الرزق في الدنيا ويجازى بها في الآخرة وأما الكافر فيطعم بها في الدنيا حتى إذا كان يوم القيامة لم تكن له حسن رواه مسلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر